اشتركوا في القناة وكان فخر الدين بن يوسم قد طالب مسؤول الإسماعيلي بصرف راتب شهرين بقيمة 700 ألف جنيه لم يمنحها له مجلس الدرويش السابق أبان لعبه للفريق قبل الانتقال لنادي بيرامدز وتمسك المهاجم التونسي بالحصول على مصلحقاته المتأخرة بعدما وافق على طلب مجلس الإسماعيلي بخوض الشهرين الآخرين من أعارته بطريقة ودية مع الفريق حيث كان ينتهي ارتباطه بالفريق في 30 يونيو بينما استمرت مسابقة الدور الممتاز حتى أغسطس وبالتالي أصبح من حقه لحصول على راتب شهرين بصورة ودية وتلقى الإسماعيلي خسارة عصر الأحد من المصري بهدف نظيف لحساب الجولة التسعة من منافسات الدور الممتاز ويستعد الإسماعيلي لمواجهة الزمالك في السابعة مساء الخميس المقبل على استاذ القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة العشرة لمسابقة الدور الممتاز ترجمة نانسي قنقر